عايز أبدأ من الحادثة البشعة اللي حصلت واللي راحت ضحيتها الطالبة نيرا أشرف لسبوع الماضي وطبعا أكيد كلنا تابعنا هذه الحادثة البشعة لما نشوف اللي حصل في هذه الحادثة البشعة وتعجب الناس من رد فعل المتهم محمد عادل ونمازج أخرى كلها بتقوم أو قامت بأفعال خارج إطار الإنسانية كل ده بيخلينا نسأل نفسنا أسئلة كتير حوالين الخلل اللي ممكن يوصل أي حد أن يقوم بأي فعل غريب لكن ممكن نسأل سؤال سؤالها مشي على نفس الموضوع ولكنه متعلق به بتخيل أنه ممكن يكون أحد أهم الأسباب اللي ممكن تكون وراء هذا الموضوع وهو فكرة الدراما المسلسلات اللي تقدمت خلال العشرين سنة اللي فاتوا واللي لسه مستمرة معنا لحد دلوقتي الدراما اللي سواء كانت بتعرض على وما زالت طبعا على القنوات أو على المنصات اللي ظهرت فيه السنوات الأخيرة السؤال هل الشخصيات المقدمة في الدراما تشبهنا؟ هل هي شكلنا؟ هل هي فيها من هذه الشخصيات يعني فيها مننا؟ من حياتنا؟ من الواقع اللي احنا بنعيشه؟ من بيوتنا؟ من شوارعنا؟ ده سؤال يعني أعتقد أنه محوري ومركزي زمان الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة في مسلسلاته الرائعة والملهمة كان طول الوقت بيقدم لنا أبطال حقيقيين أبطال من دم ولحم أبطال بتلاقيهم حواليك جيرانك في الشوارع في الشغل في أي مكان أنت موجود فيه حافظه شوقي فيه الشهد والدموع الأستاذ كارية زينهم السماحي أنيسة توفيق البدري في الليالي الحلمية حتى في المسلسلات التانية اللي قدمها الأستاذ محمد جلال عبدالقوي والأستاذ محمد صفاء عامر كان فيه قصص تحس أنك متشابك معها في الواقع في العالم اللي انت بتعيشه مش في الخيال لكن احنا دلوقتي في الدراما ماذا نقدم؟ بنقدم ايه؟ صحيح أنه يعني فيه سؤال بيتكرر من وقت للتاني وهو هل الدراما مطالبة بأن تنقل الواقع كما هو ولا ممكن تجمل فيه تزود فيه تبالغ فيه في بعض الأحيان عارف أنه فيه اختلافات كتيرة طبعا بين الناس حولين هذا الموضوع لكن أنا فاكر كويس جدا أنه جات لنا فترة كنت تلاقي عادي في السينما أو في الدراما أنه واحد ينتقم من حبيبته بطريقة مرعبة ما لهاش أي علاقة بالواقع أو أنك تلاقي برضو عقوق أبناء لدرجة أنه في حالة من الحالات وصلت لأنه ابن يحرق أبوه حاجات أخرى كانت بتتسلل حاجات مشابهة طبعا بتتسلل للسينما والدراما لحد ما تحولت هذه الأشياء وهذه الحوادث إلى واقع مؤلم نعيشه يعني كل يوم في الفترة الأخيرة صحيح بدأت تقدم أعمال جادة أعمال وطنية ودراما صوفية وحاجات مميزة لكن صدقوني أن احنا محتاجين جرعة أكبر من النمازج الحياتية الواقعية نمازج التحدي والطموح نمازج تشبهنا وتشبه قصصنا وحكاياتنا تشبه المشاكل العادية اللي بتعيشها البيوت البيوت المصرية فاكر أنه كان فيه فيلم مسلسل مسلسل اسمه سابع جار اتعمل سنة 2017 مسلسل كان بسيط وتصويره حتى كان بسيط وكان الأحداث بتاعته تنتقل من شقة للتانية وأعتقد أنه ساعتها هذا المسلسل سابع جار حقق نجاح هايل وقتها يعني لو حد بيقول أنه هذه الجرائم البشعة زي ما احنا بدأنا بجريمة مقتل نيرا أشرف أنه هذه الجرائم البشعة واقع بيحصل واقع موجود في الشارع وفي المجتمع لو حد بيقول كده أقول له فعلا صحيح لكن الدراما والسينما ما ينفعش تعكس هذا الواقع وتقدمه على أساس أنه القعدة على أساس أنه ده هو يعني دي حياتنا أنه قتل وضرب وعقوق والدين وحرق أبهات وأمهات لو قدمنا ده أو لو الدراما قدمت ده هنكون وكأننا عايشين في غابة في غابة حيوانات وحيوانات مش أليفة لا ده حيوانات مفترسة أتمنى أنه نظرتنا للسينما نظرتنا للدراما تتغير وبشكل مختلف